موسيقى حياكم الله في هذه الساعة الأخيرة وفي أبرز عنوينها الجيش العربي السوري واصل عملياته ضد الإرهابيين بريف حلب الشرقي ويستعد السيطرة على 22 بلدة مجزرة جديدة لطيران ما يسمى التحالف الدولي في الرقة والضحايا بالعشرات معظمهم أطفال ونساء القوات العراقية تواصل تقدمها باتجاه الحدود السورية وتعلن سيطرتها على مجمع الرسال السكني جنوب قضاء البعاج الساعة الأخيرة بدأت أهلا بكم الساعة الأخيرة مرحبا بكم يواصل الجيش العربي السوري ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في ريف حلب الشرقي وسيطر على 32 بلدة وكبد الإرهابيين خسائر فادحة في دير الزور تفاصيل المشهد الميداني في التقرير التالي عمليات مكثفة نفذتها وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على تجمعات وتحصينات لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حلب الجنوبي الشرقي استعادت خلالها السيطرة على 22 بلدة وقد تمت السيطرة على كل من العيسلان الفخة خربة الفخة المزة الشمالية مدينة الغار جب الحمام صوامح حبوب مسكنة العجوزية الرمضانية المسعودية والمحمودية واجدائعة كبيرة واجدائعة صغيرة والحمرة والنعيمية والافصيلية والموانية والكالطة وأم رجل وأم حجرة والطيبة ورسم الغزاء عمليات على المحور الشرقي لريف حلب أحكمت خلالها وحدة من الجيش السيطرة على الجزء الشمالي الشرقي والأوسط من سلسلة جبال الطوحنية شرق محور خناصر أثارية بعد القضاء على العديد من إرهابي تنظيم داعش وتدمير عتادهم وتحصيناتهم وفي دير الزور ومحيطها ضربات لسلاحي الجو المدفعية ونيران الرشاشات متواصلة على مقرات وتحركات تنظيم داعش الإرهابي في تلة علوش ومفرق الثرد والمكبات ومنطقة البانوراما والتلال المحيطة وطريق تدمر وحي الرجدية وقريتي أجنين وعياش أسفرت عن مقتل أكثر من سبعين إرهابيا مصدر عسكري أكد أن وحدات من الجيش كثفت عملياتها على تحركات وتجمعات تنظيم داعش الإرهابي على محاور منطقتين المقابر والمكبات وجبل الثردة وسرية جنيد وتلة علوش وتلة ميلاد ومزارع البانوراما والسكن الشبابي ومحيط الفوج 137 ومن قلب البادية كاميرا الإخبارية واكبت تقدم وحدات الجيش العربي السوري مزيد من التفاصيل مع موفد الإخبارية ربيع ديبي نحن متواجدون في أولى النقاط في البادية السورية والتي هي معتماس مع الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش الإرهابي وأيضا للمسلحين لما يسمى أسود الشرقية هذه النقطة هي أقرب نقطة للحدود العراقية السورية والتي تقدم إليها الجيش العربي السوري طبعا في هذه النقطة العسكرية هنا صمد رجال الجيش العربي السوري وتقدموا أيضا إلى أقرب نقطة من معبر التنف كما تلاحظون معي هذه هي النقطة التي تقدم لها الجيش العربي السوري والتي تبعد عن حاجز ضاضة بحدود 40 إلى 50 كيلو متر رغم كل محاولات طيران التحالف الأمريكي وأيضا محاولات تنظيم داعش الإرهابي والفصائل التي تحارب معه أيضا الضغط على هذه النقطة للانسحاب ورغم إلقاء المناشير في هذه المنطقة إلا أن الجيش العربي السوري استمر في التقدم تقدم بعد مقهى المشحيمة إلى هذه النقطة عند مفرق جليغم الذي يقود إلى الحدود الأردنية تقريبا خلف هذا الساتر يبدو الطريق الذي يقود إلى الحدود العراقية وإلى يمين هذا الساتر يقودنا أيضا الطريق إلى الحدود الأردنية نحن نعرف طريق تنف طريق هام وحاولة وشريان رئيسي ما بين سوريا والعراق وأهميته التجارية المنطقة منطقة صحراوية صعبة معروفة بصعودها كعمل عسكري تتكبر من أعمال قتالية خاصة هون المكان الموجودين في منطقة اسمه مفرق الجليغم هذا طبعا طريق القاطع باتجاه الشرق باتجاه التنف والطريق الأمامنا هون يذهب إلى طريق السويدة طبعا الجيش تقدم خلال فترة قصيرة وحقق إنجاز كثير كبير مع القوات الصديقة والحليفي وتم الوصول إلى هذه النقطة بتبعد بحدود ما يقارب المئة كيلومتر طبعا لتوسيع نطاق الأمان أول شي حول مطار المطاراتنا واثنين تطهير وتنظيف هذه الأراضي من رسل الإرهابيين وثلاثة إعادة الحياة لطريق الحياة والتجاري لطريق التنف خلال أيام قليلة ستجدوننا على الحدود العراقي وسنحقق نصر كبير وتاريخي في تاريخ هذه الأزمة بتطهير البادي السوري بالأكمل وتحرير طريق التنف سوريا وإعادة الشريان الحيوي بين العراق وسوريا الجيش العربي السوري قادر على اشتراح المعجزات كما قلت خمسة آلاف كيلومتر مربع تم تحريرها خلال أسبوعين التقدم مستمر ما بعد حاجز ضاضة وما بعد مقهى الشحيمي والوصول إلى الحدود العراقية السورية إلى معبر التنف قد تتقدم أيضا من محور آخر من طريق الذي يقود بين الحدود الأردنية السورية وهذه المنطقة القوات التي تتقدم في ريف السويداء الشرقي وتتلاقى ليصبح بذلك أيضا الإرهابيين في بادية اللجاة أيضا محاصرين وضمن طوق خانق من قبل الجيش العربي السوري والإيصار بعد ذلك إلى التقدم أكثر فأكثر في عمق البادية السورية وصولا إلى الشرق السوري ارتقى عدد من الشهداء والجرحة في مدينة ذرعا نتيجة استهداف التنظيمات الإرهابية لأحياء المدينة بالقذائف الصاروخية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصاب والدمع ما لا ينزقوني كنا قاعدين أنا والبنت وجوزها والبنت راحت على المطبخ ما شتغيرت شنجت شهد دخان وهالبلور هالفابروسنة ورد للمشهة طبعا عدت إصابات من إصابات مدنية أهم إصابات كانت إصابة هذا الطفل عمر سبع سنوات إصابة في البطن وإصابة في الصدر إصابته أكثر من متوسطة أجر لها عمل جراحي فتح بطن وتفجير صدر وضع الحال الآن حالي مستقر والحمد لله ونتابع مشاهدة من صد الجيش العربي السوري للتنظيمات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى بعض نقاطه في درع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المزعوم لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي التقليل من أعداد ضحايا عدوانه على سوريا والعراق ويكتفي بالاعتراف بمقتل 484 مدنيا فقط منذ عام 2014 بينما الحقائق تخالف الرواية الأمريكية بحجة محاربة الإرهاب ضمن تحالف واشنطن المزعوم يسقط كل يوم مواطنون في سوريا والعراق ضحايا غارات أمريكية لا تستهدف الإرهابيين قط بل تستهدف أحياء سكنية في مدن وبلدات من سوريا والعراق وآخرها العدوان الأمريكي على حي الجمالي في الرقة الذي أسفر عن استشهاد 43 شخصا بينهم أطفال أرقام كبيرة من الضحايا في كل غارة وعدوان أمريكي غاشم ولكن المثيرة للاستغراب أن هذا التحالف المزعوم لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي يحاول تقليل أعداد الضحايا وهذا بحد ذاته جريمة كبيرة فهو يعترف فقط بسقوط 484 مدنيا جراء الضربات التي نفذها في سوريا والعراق منذ انطلاق الحملة العسكرية ضد التنظيم عام 2014 أرقام خجولة ضمن الرواية الأمريكية فهل تظن واشنطن أن العالم سيصدق روايتها وتتجاهل أعداد الضحايا وحجم الدماء والدمار في كل عدوان تشنه على السوريين والعراقيين مجزرة تلو أخرى يرتكبها تحالف واشنطن بحق الأهالي والأمثلة تتوزع بين مدينتي الميادين والبوكمال بريف دير الزور ثم قرية العكيرشي بريف الرق الشرقي فقط في الشهر الماضي إضافة إلى بلدات عراقية عدة فيما تطول قائمة البلدات منذ العام 2014 ودائما الضحايا بالعشرات وهم من النساء والأطفال والشيوخ في حين لا تطال ضربات هذا التحالف المزعوم مواقع الإرهابيين لأن واشنطن وداعش وجهان لعملة واحدة ولهما أجندات استعمارية مشتركة قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوزيرة سامح شكري سيبحث خلال لقاءاته ومشاوراته مع عدد من نظرائه العرب والدوليين التي سيجريها الأسبوع الحالي الوضع في سوريا والسبولة دعم مساري جينيف وأستنى بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة فيها ينهي معاناة السوريين ويمكنهم من تحقيق تطلعاتهم أبو زيد قال إن الوزيرة شكري سيبحث أيضا خلال الأسبوع الحالي وضمن لقاءاته مع نظرائه السوداني والسعودي والفرنسي والجزائري والتونسي الأوضاع في اليمن وجهود مكافحة الإرهاب بشكل عام لا سيما في ظل عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس أصدرت محكمة النمساوية في مدينة جراتس حكما بالسجن عشر سنوات على زوجين إرهابيين عادا من سوريا وذلك بعد إدانتهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي فيها ومشاركتهما بأعماله الإجرامية وسائل إعلام النمساوية ذكرت أن الإرهابيين المحكوم عليهما بالسجن من أصول بوسنية وثبتت مشاركتهما بأعمال التنظيم الإرهابي في سوريا بعد توجههما إليها في عام 2014 مع أطفالهما الخمسة وطالب النائب العام النمساوي في سياق مذكرته بإنزال أقصى العقوبات بحق الزوجين المذكورين محملا إياهما مسؤولية تعريض الأطفال إلى خطر الحرب والسماح لهم بمشاهدة أفلام قتل المدنيين والدماء ومعتبرا ذلك دعوة واضحة للتطرف والإرهاب ونقل فكر القتل إلى الجيل القادم استقبل المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء معاون وزير أشؤون الخارجية في جمهورية الهند أمار سينها والوفد المرافق له وبحث معهم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتذليل العقبات أمام عقد اللجنة المشتركة السورية الهندية التفاصيل في تقرير حيدرا حسن استقبل المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء معاون وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند أمار سينها والوفد المرافق له وبحث معهم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وتذليل العقبات أمام عقد اللجنة المشتركة السورية الهندية المهندس خميس أعرب عن تقدير الحكومة السورية لمواقف الهند الداعمة لسوريا في وجه الحرب الإرهابية التي تستهدف الشعب السوري منوها بالعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين وتنسيق المستمر في مختلف المحافل الدولية ومبينا أن الحكومة السورية ترحب بمشاركة الأصدقاء في الهند بما فيهم رجال الأعمال والصناعيين في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتشجيع الشركات الهندية للمشاركة في عادة الأعمار في سوريا بدوره استقبل نائب وزير الخارجية والمغتربين دكتور فيصل المقداد معاون وزير شؤون الخارجية في جمهورية الهند أمار سينها والوفدة المرافقة له حيث أكد سينها حرص الحكومة الهندية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا والارتقاء بها لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية المتجذرة معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها سوريا في محاربة الإرهاب العالمي ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم مع المديرين المعنيين بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي أقرت خلال زيارة الوفد الحكومي للمحافظة في كانون أول الماضي ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم مع المديرين المعنيين بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي أقرت خلال زيارة الوفد الحكومي للمحافظة في كانون الأول الماضي ناقشوا واقع العمل بهذه المشاريع والمراحل التي وصلت إليها ونسب الإنجاز فيها الوزير مخلوف دعا إلى تكثيف الجهود والإسراع في إنجاز المشاريع لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق تنمية شاملة في المحافظة وانعكاس إيجابي على الواقع الاقتصادي للمواطنين مستماع الأول كان تتبم تنفيذ مشاريع محافظة اللاذقية التي أقرت أثناء زيارة الوفد الحكومي برئاس سيد رئيس مجلس وزراء والحقيقة كانت هذه المشاريع كلها بالتتبع تسير وفق البرامج الزمنية بشكل منسجم تماما مع المدد التي وضعت لتنفيذها طبعا تم تدارس النقاط التي تعترض سير هذه المشاريع وتزليلها وفي الغالب أو في الخلاصة نقول أن المشاريع التي تنفذها محافظة اللاذقي تسير وفق البرنامج تماما بعدها اجتمعت اللجنة الوزارية لمناقشة قضايا الاستثمارات والإشغالات البحرية برئاسة وزير الإدارة المحلية المهندس سحسي المخلوف وحضور وزراء الداخلية والأشغال والإسكان والنقل وفيها تعرض الوزير مخلوف إلى العديد من النقاط منها المخالفات القائمة على الشاطئ وضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات على الأرض ومعالجة الاعتداءات القائمة على الأملاك البحرية أما محافظ اللاذقية اللواء إبراهيم خضر السالم أكد أن الاجتماع اطلاعي من أجل متابعة الاجتماعات السابقة وما تم تنفيذه من اللجان المشكلة سيد وزير إدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة تتبع المشاريع الحكومية وأيضا مشاريع التي تقام على أرض المحافظة طلع السيد الوزير على مراحل التنفيذ وكانت هذه كما قالك وكانت ضمن خطة العمل الزمني بعد أن توفرت لجميع المشاريع جميع المقاومات الاستمرارية جولة وزارية للاطلاع على ما تم العمل به من مشاريع في المحافظة لم تخلو أيضا من تقديم التوجيهات بالاستمرار والمتابعة ومعالجة المعوقات اشتركوا في القناة كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الأمن العام اللبناني تمكن من توقيف عميل للعدو الإسرائيلي يحمل الجنسية العراقية وذلك ضمن سلسلة توقيفات تستهدف ضرب الشبكات التجسسية في لبنان الصحيفة ذكرت في عددها الصادر اليوم أنه بعد رصد ومتابعة اعتقل الأمن العام في العشرين من نيسان الماضي بناء لإشارة القضاء المختص شخصا من محافظة دهوك شمال العراق ومن سكان شرق بيروت وتبين من خلال التحقيق معه أنه يعمل لصالح العدو الإسرائيلي وتم تجنيده عبر موقع التواصل الاجتماعي في جديد الحرب الإعلامية تشنها الأنظمة الخليجية ضد بعضها النظام السعودي المتورط بالعلاقة مع تل أبيب يتهم نظيره القطري بدعم كيان الاحتلال الإسرائيلي ترامب بشحمه ولحمه قبل سنوات وقبل أن يصبح رئيسا كان يخطط لاستياد مشيخات النفط واستجرار مليارات الدولارات من جيوب أمراء النفط نعم كان دونالد ترامب يتحدث طوال السنوات الماضية بازدراء وفوقية عن مشيخات النفط التابعة في سياساتها لواشنطن ويتعهد بإجبارها على دفع المال لخزينة بلاده في مقابل حماية تلك المشيخات وبعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة نفذ ما كان يخطط له رقصات في الكلورية على وقع مليارات الدولارات التي أخذها ترامب أتاوة ورغما عن أمراء النفط بعد كل ذلك الإذلال المتعمد والنهب المنظم لأموال الخليج ما زال بعض أمراء النفط يتحدثون عن نقطة مريرة تثير البكاء عنوانها السيادة والاستقلال لممالك النفط الغريب في الأمر أن مملكة الوهابية في الرياض تتهم مشيخة قطر بدعم إسرائيل وكأن نظام الرياض يشن حربا لا هوادة فيها على كيان الاحتلال شر البلية هو أن أموال الرياض تذهب من خلال خزينة واشنطن لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات هذا ما يحدث عندما يختلف الأجراء والمستخدمون لدى سيدهم خاصة عندما يحتسي ذلك السيد قهوة أحد الأجراء ويتظاهر بإدارة ظهره للآخر فيبدأ الأجراء بالتنافس والتزاحم والتراجم طلبا لرضى سيدهم ومشغلهم سيطرت قوات الحجد الشعبي العراقي على مجمع رسالة السكني جنوب قضاء البعاج غرب محافظة نينوى بعد معارك مع إرهابي تنظيم داعش على عدة محاور تستكمل القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي حيث تستمر المعارك في ساحل الموصل الأيمن وقضاء البعاج في محافظة نينوى القوات العراقية تمكنت وبعد معارك مستمرة من تحرير حي الصحة الأولى في الساحل الأيمن للموصل ورفعت العلم العراقية فوق مبانيه وذلك بعد ساعات من تحريرها قرية جاير غلفاس على الحدود الثورية العراقية وترضي إرهابي داعش منها كما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من التبغل ثمانمائة متر في حي الزنجيلي بالموصل القديمة لتقترب بذلك من إحكام الطوق الشمالي على المدينة والسيطرة على مستودع للمقذوفات الحربية والأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة والصباريخ الذكية بالتوازي مع هذه العمليات سيطرت قوات الحجد الشعبي على مجمع الرسالة السكني جنوب قضاء الابعاج غرب محافظة نينوى فيما يقوم عناصر الهندسة بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابي داعش في المجمع إلى ذلك استطاعت قوات الحجد تحرير مئات العوائل التي اتخذها تنظيم داعش الإرهابي دروعا بشرية في المجمع المحرر الاحتجاجات الشعبية في الحسيمة المغربية تتواصل لليوم الثامن على التوالي مطالبة بالإفراج عن أحد قادة الحراك الشعبي تفاصيل في تقرير رنا حيدر لم تنفع محاولات النظام المغربي إيقاف التظاهرات في مدينة الحسيمة التي أغلقت أبواب محالها التجارية باستثناء بضع سيدليات ومتجر المدينة الكبيرة وذلك استجابة لدعوات أحد قادة الحراك الشعبي للانضمام إلى الإضراب العام بهدف إطلاق سراح ناشط الحراك الذي يقود موجة احتجاجات منذ ستة أشهر ضد سياسات النظام المغربي الاقتصادية والاجتماعية وبحسب آخر حصيلة رسمية اعتقلت الشرطة المغربية أربعين شخصا مستهدفة قادة الحراك الشعبي وأحالت خمسة وعشرين آخرين إلى النيابة بيد أن الموقوفين يتلقون معاملة سيئة بحسب محاميهم الذين أبدو قلقهم إذا أبطش السلطات المغربية أثناء التوقيف ما دعا إلى تأجيل المحاكمة بناء على طلب محامي الدفاع في السياق نفسه شهدت البلدة وقفة احتجاجية شارك فيها المئات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الحراك وفي مقدمتهم ناصر زفزافي قائد حركة الاحتجاج الشعبي في تلك المنطقة مدينة الحسيمة المغربية الساحلية الواقعة في منتصف الشاريط الساحلي المتوسطي تشهد تظاهرات شعبية منذ مقتل بائع السمك في تشرين الأول الماضي الذي سحق في شاحنة نفايات بينما كان يحتج على مصادرة السلطات لكمية من السمك كان قد استادها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن النشاطات النووية الإيرانية تتوافق مع الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ودول خمسة زائد واحد الوكالة الدولية قالت إن حجم احتياطي المياه الثقيلة في إيران قريب مما حدده الاتفاق النووي حيث بلغ نحو مائة وثمانية وعشرين طن في السادس عشر من أيار الماضي وهو ينخفض قليلا عن مستوى مائة وثلاثين طن الذي حدده الاتفاق فيما بلغ حجم احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران نحو ثمانين كيلو جراما لغاية السابع والعشرين من أيار الماضي ويقل كثيرا عن مائتين واثنين كيلو جرام وهو ما تم تحديده في الاتفاق النووي كما أن مستوى التخصيب لم يخرج عن ثلاثة بالمائة فاصل سبعة وستين بحسب ما ورد في الاتفاق نبقى في إيران حيث أصيب خمسة وثلاثون شخصا على الأقل جرى انفجار شديد هزى مدينة شيراز مصادر إعلامية أوضحت وقع في مركز للتسوق ما أدى إلى انهيار جدران المركز وإلحاق أضرار بالمحال التجاري المجاوير له مضيفة أن ستة عشر مصابا من أصل خمسة وثلاثين تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم وبدأت السلطات التحقيق في الحادث الذي لم يعرف سببه بعد نظام أردوغان يؤكد مجددا عدم جديته في مسألة مكافحاته للإرهاب فبدلا من إغلاق معسكرات الإرهاب يستهدف تاريخ المنطقة وحضارتها عبر إقامة الجدران العازلة التي تفصل شعوب المنطقة بعضها عن بعض أسامة شحود والتفاصيل تركيا أردوغان تنغلق على نفسها بإقامة جدران عازلة على حدودها مع جيرانها السلطات التركية وتزامنا مع آلان انتهائها من تنفيذ المرحلة الأولى لجدارها العازل مع سوريا أعلنت نيتها تنفيذ المشروع ذاته على حدودها مع العراق وإيران الهدف الظاهري لهذه الجدران هو حسب الرواية الأردوغانية حماية تركيا مما تسميه بخطر الإرهاب أما الهدف الحقيقي الذي لا يخفى على كل متابع لسياسة حكومة الإخوان في أنقرة هو منع عودة الإرهابيين إلى تركيا من هذه الدول طالما أنهم يعرفون الطرق والمسالك التي عبروها من الداخل التركية بعد تدريبهم في معسكرات أقامتها لهم سلطات أردوغان على مدى سنوات إضافة إلى فصل عائلات متداخلة بين طرفي الحدود كما هو حال جدار الفصل العصري الإسرائيلي الذي يمزق الأسر والأراضي في فلسطين المحتلة لو كان نظام أردوغان فعلا جاد في إيجاد معالجة حقيقية للإرهاب لكان أعطى أوامره مباشرة بإغلاق معسكرات الإرهابيين المنتشرة في عدد من المدن التركية وما كان لجأ إلى إقامة هذه الجدران التي تكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات المنطقة لا تحتاج إلى إقامة جدران ولا حواجز بل إلى تفاهم وتعاون لحل المشكلات التي يدفع حتى الشعب التركي تبعاتها وتبعات دعم نظامهم للإرهاب منذ نحو سبعة أعوام انتقد نائب ومندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمر سافرونكوف سياسة فرض العقوبات أحادية الجانب التي تمارسها الولايات المتحدة في حل المشكلات الدولية في إشارة إلى العقوبات التي فرضت على كوريا الديمقراطية سافرونكوف قال إن فرض عقوبات أحادية الجانب أمر غير شرعي من ناحية القانون الدولي وأظهر عدم فعاليته في حل المشكلات الدولية مطالبا واشنطن بتقديم توضيحات حول التوسيع الأخير لعقوباتها بحق كوريا الديمقراطية ومعتبرا أن هذه الخطوة تثير خيبة الأمل ولن تسهم في التسوية في شبه الجزيرة الكورية وإنما تعرقل تطبيع الحوار والتعاون في القضايا الدولية كانت هذه ملفات الساعة الأخيرة ولم يرقى إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها الجيش العربي السوري واصل عملياته ضد الإرهابيين بريف حلب الشرقي ويستعد السيطرة على 22 بلدة مجزرة جديدة لطيران ما يسمى التحالف الدولي بالرقة والضحايا بالعشرات معظمهم أطفال ونساء موسيقى القوات العراقية تواصل تقدمها باتجاه الحدود السورية وتعلن سيطرتها على مجمع الرسالة السكنية جنوب قضاء البعاج شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء موسيقى